وحول هذا الموضوع ينضم إلي من مدينة لود زميل الصحف في أتوان فوري نيوز وسام كبه مرحبا بك وسام إذن تقرير مراقب الدولة حمل الكثير من البنود بما يتعلق بأحداث أيار مايو أهم ما جاء في هذا التقرير وسام نعم محمد أنا متواجد في مدينة لود هذه المدينة التي شهدت الكثير من الاضطرابات والنزاعات بين السكان العرب والمواطنين اليهود التذكير أن تقرير مراقب الدولة ميتنياهو إنجلمان خرج بالأمس يحمل 280 صفحة يركز على ما تصفه الصحافة الإسرائيلية بعملية حارس الأسوار أي تزامن مع الحرب الإسرائيلية في غزة وتصفها البلدات العربية يطلقون عليها اسم هبة أيار والذي حصل أنه في هذا التزامن كانت هناك اندلاع في كل المدن الولدات العربية والمدن المختلطة تحديد المدن المختلطة كعكة حيفا يافا والليد والليد التي كان لها الأثر الكبير كما نشاهد نحن نتواجد هنا في هذا المكان قبل أن أتحدث عن التقرير هنا في هذا المكان كما تشاهد محمد كانت قبل عام أنا كنت هنا وكنت بتغطية الأحداث التي حصلت في مدينة ليد كانت هنا معركة كنت تشاهد نيران في كل مكان الحروب في كل مكان ولكن التقرير الذي يتحدث اليوم هو يتحدث عن أن هناك نقص وقلة تنسيق بين المواطنين بين السرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباق يقول بأن هناك حتى التعداد للقوات السرطية التي كانت هناك وجه نقص ويقول بأن السرطة هي التي فشلت في كل هذه الأحداث يقول بأنه لو لم يكن هناك مراقب الدولة يقول أن أعمال الشغب العنيف التي جرت خلال أحداث حارس الأسوار كشفت النقاب عن عدة عيوب في عمل الشرطة محمد بما أدى إلى المس بحق المواطنين الأساسي بالشعور بالأمن الشخصي وأيضا يقول بأن أحد أهم الأمور التي حدثت هو أن الاعتقالات التي حصلت بعد عملية حارس الأسوار في المجتمع العربي كانت هناك حوالة ما يقارب 3492 حالة اعتقال في المجتمع العربي فقط وجهت منها لوائح اتهام 500 لوائح اتهام أي 30% وهو يعني يشدد على التقصير الذي حصل أيضا يشدد على التقصير الذي حصل بأن الشرطة التعداد الشرطة بأن كل اهتمام الشرطة وجهاز الأمن العام للشباك كان يركز فقط على مدينة القرس يعني وسام هذا أهم ما جاء في هذا التقرير ولكن أنت وسام تحدثت إلى النائب عن القائمة المشتركة عيدة تومة سليمان والتي نددت لا ربما واحتجت على ما جاء في هذا التقرير تفضل أردت أن أتحدث هذا قبل أن تسألني يعني أيضا تحدثت ليس فقط مع عيدة تومة سليمان وهي عضوة الكنيسة والنائبة العربية في القائمة العربية المشتركة وإنما تحدثت أيضا بعض النشاطاء في مدينة الليد وبالتحديد عيدة تومة التي قالت وقالت أنه لا يجب أن يكون لمراقب الدولة أي توجه سياسي وعلى ما يبدو أن أيجلمان يملك توجه سياسي لأنه يدافع عن الشرطة يوجه النقد بأن الشرطة كانت يجب أن تتعامل بعنف أكثر بقمع ما وصفها بعمليات الشغب في البلدات العربية مع أنه لم يوجه النقد هكذا ذكرت إلى أن الشرطة كانت تحمي أعضاء اليمين أو اليمين المتطرف الذين حضروا من المستوطنات الإسرائيلية لكي فيل البلدان المختلطة فهي توجه النقد وتقول بأن هذا التقرير هو تقرير يحرض على المجتمع العربي يطلب من الشرطة الإسرائيلية في أن تتعلم من الأغلاطية وأن تتواجد القوات الشرطية الإسرائيلية بقوة وبكثرة في الشوارع العربية ويمنع ولا يتحدث عن حماية الشرطة لهؤلاء المتظاهرين لذلك هذا التقرير هو من 280 صفحة محمد يتحدث أيضا عن عدة أمور نقص الشرطة من نتصفرية ويقول أن الشرطة تعاملت مع الأحداث التي كانت تحدث في المجتمع العربي عند حدوثها وقت ولم تستبق الأحداث وكان ما يجب أن تعتمد عليه الشرطة كانت يجب أن تعتمد أن تعلم بأن يكون هناك عدة مظاهرات وستأتي بسبب الحرب في غزة لذلك كما نشاهد متينة الليد هي كانت أكثر من المدن التي تأثرت اعتقالات واسعة هناك أيضا راحة قتيل في هذه التظاهرات هناك أيضا عدة اعتقالات وريد أن أركز بأن مراقب دولة يقول بأن هذه البلدات العربية المختلطة هي تملك ثلث سكانهم من السكان العرب ونحن متواجدون من الساقة التي شهدت أكثر اضطرابات بسبب أن هناك كثرة عربية في هذه المدنة أشكرك جزيلا شكر وسام كبه مراسل حضرتنا من مدينة لود شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر